قال رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان بأنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة ولمدة يوم واحد وأوضح أن تلك الهدنة تتضمن حتى الآن لاتفاق على الإفراج عن عشرة من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن ثلاثين فلسطينيا مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة وأشر الرئيس الهيئة العامة للاستعلمات إلى أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية ولمدة يومين إضافيا سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرة والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة موضحا أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم وأكد ضياء رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم معلنا أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وأنها ستواصل بس لأقصى جهودها لضمان استمرار تضفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر